بس أنتوا على الجانب الإعلامي كابتن مسايرين أنا اللي شايف من خلال الحسابات النادي عندكم أرقام الحمد لله رب العالمين أرقام مهولة يعني حسابات السوشيال ميديا في النادي الأهلي اليوم وصلت ل 27 مليون متابع وعندكم موقع ثلاث لغات ما في حد عند هالموقع أنت وخلاص مثلا أنا قلت بتنقل هذا المركز الإعلامي أو النادي الأهلي يجب أن يتنقل لمرحلة تانية مرحلة أنت بتخاطب العالم كل دلوقتي يعني بيكون لغة فرنسية كل ما بيكلم لغة فرنسية في العالم خلاص عنده النادي الأهلي بيفتح كي يشوفه بلغة أخبار الأهلي كل ما يعني موجود في النادي الأهلي اللغة الإنجليزي وإنجليزي وفرنسي وعربي فأنت بتخاطب اللغات التلاتة اللي بتشمل العالم كله نتمنى إن شاء الله أن ده يكون بداية ودايما يكون هناك تطوير لأداء يليق بالنادي الأهلي ويستحقه الأهلي وبالمناسبة هذه على فكرة يعني المركز الإعلامي اليوم إن عشان إحنا نسوي حلقة بهالشكل ترى المركز الإعلامي في النادي الأهلي كان هو له الدور الأكبر في هذا الموضوع يعني من خلال تواصلنا ودعم الأستاذ جمال جبر لنا بصراحة في أشياء كثيرة ونشكر جزيل الشكر في هذا الموضوع بحضور رئيس النادي الأهلي لما يقوم به من دور خاصة في تجهيز مثل هذه الحلقة طبعا بأشكرك على شكره لكن أنا ده شغله وشغله كله في العمل بتاعه وشغل أي واحد ينتمنى لنادي الأهلي يقوم بعمله ويقوم بدوره لأن ده في النهاية بيصبه في مصطحة الأهلي الجزيرة في مبنى الاجتماعي التاريخي بتاع النادي الأهلي أعتقد السنادي إحنا حرسين جدا يتطور برضه السنادي مع إنشاء البابة التانية اللي احنا قلنا عليها يمكن ده لا يخش في مرحلة العمل السنادي إن شاء الله المبنى الاجتماعي راح يكون بنفس الشكل والديزاين والله برضه بيتعدله دوقت التصميمات بتاعته كويس ودايما عايزين نحافظ على التيم نفسه آه تراث التاريخي دوت بشكل معين لكن بنشوف تصميمات كتير في الآخر برضه حننقشها ونشوف أنه أفضل مجارب مناصر لحاجة حنبتدي فيه بإذن الله نذهب إلى مدينة مدينة نصر لكن فرع مدينة نصر خلنا نشوف هذه يعني فرع النادي في مدينة نصر أتصوره مؤسسة عملاقة ساحة للعطاء لمصر كلها في مدينة نصر النصر يعانق النصر والأهلي حاضر دوما في معادلات المجد